في تصريحات للعربية شدد وزير الداخلية السوداني الفريق خالد حسان على أن القتال الدائر حالياً هو نتيجة لتمرد فصيل مسلح على القوات المسلحة وأن الدستور يكفل للجيش إخماده وأشار إلى أن قوات الدعم السريع انتهكت القانون الدولي الإنساني باستهداف أعيان ومواقع مدنية ونقل القتال إليها الغتال الدائر في السودان الآن فصيل يدبع للقوات المسلحة تمرد على القوات المسلحة الدستور الوطني يخاول القوات المسلحة إخماد هذا التمرد الغانون الدولي الإنساني في غواعده العديدة يلزم جميع الأطراف المتنازعة سواء كانت دولة أو دولتين أو غتال داخلي باتباع غواعد الغانون الدولي الإنساني ومن أهم غواعده حماية العيان المدنية العيان المدنية تعني المؤسسات ومنازل المواطنين والبنى التحتية وأرواح المواطنين في الحالة السودانية إنجاز التعبير المتمردون لم يلتزموا بهذه الغواعد وقال الفريق خالد حسان قال أيضا أن قوات الدعم السريع انتهكت جميع مقار الشرطة بشكل لا أخلاقي فضلا عن بقية مؤسسات الدولة الخدمية المغار الشرطة وكل مغدراتها تم انتهاكها تماما وتمت السيطرة على المواقعة لسبب واحد لفارغ العدة والعتاد والعدام الوازع الأخلاق والوطني لدى المعتدين كان يمكن للشرطة والجهاز التنفيذي أن يؤدي أعماله كالمعتاد في الكهرباء وفي المياه ومأسسات الدولة البنوك إذا كان التزم المتمردون بما يفرضه الغانون الدولي الإنساني في حماية المنشآت المدنية وأكد وزير الداخلية السودانية أن هناك أدلة على أن السجناء الذين تم تهريبهم يقاتلون حاليا إلى جانب قوات الدعم السريع مشيرا في تصريحات للعربية إلى أن الوزارة ستعمل على ملاحقتهم بما فيهم رموز النظام السابق بعض هؤلاء المجرمين الذين طم إطلاقهم بواسط الماليشيات المتمردة شاركوا في هذه الحرب مع الدعم السريع ولدينا شواهد عديدة في المغبوطين الذين أدلوا باعترافات وفي الغتلة ولا زال بعضهم يشارك للغتال لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر